خرجوا عمال وكوادر مصافي عدن عن صمتهم واحتشدوا أمام مقر الإدارة لإعلان الإضراب وللتعبير عن جملة من المطالبات منها ما يتعلق بمصير المصفاح بالإضافة إلى حقوقهم المالية المتأخرة أولا نطالب مصرف رواتب محددة وآلية محددة في تاريخ محدد وعلى المستحقات المتأخرة من الرواتب حقنا ونريد تشغيل المصفاح وتوفير مواد الخام تعقيدات كثيرة عرق لعمل المصفاح ويرى نقابيها أن عدم استقلال شركة المصافي وخضوعها للمركزية السابقة يجعلها رهنا للتقلبات السياسية في ظل الأزمات المتتالية ومع وقوف المصفاح بأهميتها الاقتصادية في صف الحكومة الشرعية المعنى الآن عبد الرب منصور يراقع قرار علي عبدالله صالح ويصدر قرار بإعادة ميزانية شركة مصافي عدن للشركة نفسها هنا حق للمدير التنفيذي إقفال المكتب داخل صنعها مصفاح عدن المرفق الوحيد المرفق المدني يشكل المجتمع المدني الحقيقي للجنوب لعدن لليمن كله ومصفاح عدن عمود فقري والرئالة التي تنفس منها هذه البلاد أفراد المقاومة الذين دافعوا عن المصفاح شريحة أخرى ضموا للوقفة مطالبين بحقهم في التوظيف بعد سنتين من العمل دون تثبيت رسمي نحن أعضاء المقاومة يعني أشتغلنا لمدة سنتين كاملة وحافظنا على المصافي وأمنناها وسلمناها إلى الإدارة سليمة بموادها بأجهزتها يعني سألونا بالعمال يوظفوا نحن نحن ابناء البلاد أشتغلنا أيام ما كانت الناس نائمة في بيوتها ضعف الرابطة النقابية الجامعة لهؤلاء من أبرز المعوقات الحائلة دون الاستجابة لمطالبهم رغم التاريخ العريق لهكذا نقابات عمالية بالتوازي مع هذه الوقفة التي ينفذها عمال وكوادر مصفات عدن تعقد الآن جلسة تفاوضية بحضور ممثلين للسلطة المحلية للخروج بحل ينهي هذا الإضراب والتوقف الذي يشل عمل هذه المنشآت الحيوية أدم الحسامي قناة بلقيس عدن ترجمة نانسي قنقر